والناس النهاردة او العالم كله النهاردة مفيش سيرة غير مصر وحلاوة مصر وجمال مصر وشرم الشيخ تحديدا اللي بتحتضن قمة المناخ او كوب 27 واللي انطلقت اعمالها بحضور عدد كبير من القادة وصناع القرار في العالم كل الموجودين في شرم الشيخ حاليا بيتكلموا عن روعة واضقة التنظيم والاهتمام بأدق أدق التفاصيل الحمد لله يوم بعد الثاني بلدي وبلدنا مصر بتثبت ان مصر كبيرة قوي وقوية قوي وقادرة انها تستضيف وتنظم اهم واكبر الاحداث في العالم كله الواحد بيبقاعد قدام التليفزيون مبهور باللي شايفه القاعات في منتع الشياكة الشوارع حاجة تفرح القلب الاوتوبيسات اعمدة النور الشواطئ الاماكن العامة كل حاجة كل حاجة تخليك قاعد فخور بيك وببلدك وبقيادة بلدك اللي رفعين اسم مصر دايما في السماء شكرا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي كلمته الشهيرة مصر هتبقى قد الدنيا وفعلا بتتحقق قصاد عينينا كل يوم إنجازات وفي كل مجال وفي كل مكان الدرجة تخليك تقول دايما كنا فين وبقينا فين شكرا مرة تانية سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي على كل اللي بيعمله علشان وعلشان بلدنا مصر اللي غالية علينا كلنا والحمد لله على نعمة البلد دي اشتركوا في القناة